قبل أشهر مشاهدين استقبلنا الدكتور أنتوان فليفل بمناسبة صدور كتابه الأول مانويل دو بارلي لباني واليوم نحن رح نحكي نحن ودكتور فليفل عن كتابه الثاني اكزرسيس دو بارلي لباني أو تمارين على التحدث باللبنانية خلينا نستقبل دكتور فليفل سوا أهلا وسهلا فيك دكتور أنتوان فليفل الله معك اللي مانو متطلع على كتابك الأول اللي حكينا عنه من كم شهر نحن وياك بيقدر يتابع ويبلش بالتمرين؟ ايه ما فيه أي مشكلة هلا أحسن إذا بعتمد على الأول لأنه الفرق بين الاثنين إنه الأول ماعتمد كتير على القواعد تفسير الجملة كيف تكون مكون الماضي وإلى ما هنالك أما التاني فهو تمرين تطبيقية بتعتمد أكتر شي على الحث يعني قراءة ناس بحط كتير قمتة لبنانية مثلا دق الماي ماي أو مثلا نصوص وفيه فراغ رجب يعبوا الفراغ فيه واحد يشتغل على التاني لحاله بلخص أنه فيه سيدي هذا شي كان نائس بأول كتاب يعني كانوا فيه منهم يتعجبوا أنه كيف ننقرأ هالشي كيف ننفذ اتنين أو تلات أو العين أو الألف هلأ مع السيدي صارفون يستمعوا للنصوص بس بنفس الوقت أكيد إذا استعملوا اتنين قواعد ونصوص قراءة وتمرين بيعطي إمكانية أكبر لتعلم اللغة طب هالتمرين دكتور فليفل بتساعد على تحسين اللفظ على تركيب جمال شو الهدف من هالتمرين؟ هالتمرين بتساعد أول شي على اللفظ لأنه فيه سيدي ولأنه فيه كتير نصوص يعني إضافة للنصوص اللي بحطة بأول كالدرس فيه كم من نصوص أخرى للقراءة وللترجمة يعني بتساعد على القراءة وعلى اللفظ من مساعدة السيدي وتاني شي بتساعد على الحس اللغة يعني واحد ما بقى يفكر كتير بالقواعد لأنه بأول كتاب هيدا كيف بدأ أعربها هيدا كيف بدأ طبقها بيصير لا لا هيدا يمكن هو يمكن أنا بدنا بدكون يعني بيصير شي سهل لإله شي فن أكتر من إنه قواعد ودرس صحيح وهي خبرة التلميزي اللي جربوها الكتاب لأنه صدر من شهرين الكتاب كلهم قالوا لإنه أي أسهل بكتير هيدا عميشتغل فيه لأنه مش بحاجة نتعلم هيدا القادة هالأفعال بهالكتاب الجديد لا ما في حاجة لهالشي بس أكيد بلا القواعد ما فينا نعمل أكيد هي الأساس أنا اللي لفتلي نظري عن وين الفصل ما قبل الأخير لوملات أوتومات العجة بالبنادورة هيدا طبقك المفضل لا مش طبق المفضل لكن كتابة هالتمرين التطبيقية طريفة زريفة شوي لأنه كتبتها بين كتبين يعني كتخلص كتاب يلي اسمه مانيال دو بارلي بني كتعم خلص أطروحة التانية اللي هي أطروحة بالليهوت وكتعم بحضر كتاب التالت يلي في ندوي حواليه بعد يومين يلي هو كتاب لهوت كمان والتعبت شوي من الفلسفة والليهوت البدي موهع عن حالي وبما أنه تلميزة عم بيطلبوني بهالتمرين البقاء رح اكتب كتاب تمارين ما أخد كتير أخد أقل من شهر لنكتب بس كل فصل من هالكتاب اللو علاقة بحياتي مثلا فرن خالب الأشرفية كتابة نص عن فرن خالب الأشرفية كنت راجع من بيروت على بريس بالطيارة تأخرت الطيارة عمل درس عن التأخير كيف اللبنانية أحيانا كمان الوقت عندهم مختلف عن كيف الوقت الفرنسوية مثلا بيفهموه بدقتهم على الثانية الساعة ساعة بفرنسا هون لا أكتر تكتك بفرنسا فإذن النصوص كلهم معتمدين بحياتي جارنا سلايمين يعني أصلا تعناوين الكتاب حسب إلوها علاقة بحياتك عنوين الكتاب كيف مرة تتذكر خالي ستة جارتي وبالتمرينة اللي عم تكتب فيه عم تكتب عننا لمن تتوجه لأي فئة عمرية مواجه للرشيدين يعني صعب شوي الأطفال يبلشوا فيه يعني تقريبا نحكي أعمال يعني فينا نبلش 16-17 سنة يعني أو 18 علما أنه أغلبية التلميزية اللي عنده هنا بفرنسا عمرهم تتراوح بين العشرين والسبعين طيب هون بدأس لك دكتور فليفل أدي ابن الخمسين والسبعين سنة ممكن تهمه مواضيع بتهم ابن 18 سنة أو 16 سنة هي مش قصة مواضيع يعني أنا من خلال اللغة ومن خلال القواعد والنصوص عم جارب مري حضارة وسقافة أنا هدف أن مري السقافة اللبنانية بكل ما بتحمل من أمور ظريفة وأمور معقدة لأنه كمان فيه نصوص عن الحرب اللبنانية عن تركيبة الحكومة والنظام اللبناني بجارب مري هالحضارة وهالواقع والسياق اللبناني هلأ كل واحد بفهموا على طريقته يعني هلأ بس يصير حدث باللبنان الشاب بيفهمه شيء يلي أقل شبابا بيفهمه بشكل مختلف أنا بمرق هالشيء هالشيء وعطول فيه نوع من روح النكتة أحيانا ببعض ببعض الأمتال مثلا يلي بحطها أو ببعض التمرين يلي بعطيها الروح اللبنانية موجودة بيه الروح اللبنانية موجودة بيه الروح اللبنانية موجودة بس أنا فيه شغل كتير بشدد عليها بس اشتغل مع تلميزة بشدد على اللبناني يعني نحنا معودين هون باللبنان بس نحكي جملة نخلط شويت فرنساوي شويت انجليزي بين أنا مع تلميزة لا ما بستعمل أبدا تعبير أجنبية إلا إذا دعت الحاجة يعني قلتلي كسدين نشواء مش حقلي قرص مدمج بس بلهم يقولوا شكران بشكرك تكرم عينك مع السلامة ومشن هيك أنا مبسوطة كتير بها الكتاب هالفكرة وبدأتشكرك دكتور أنتوان فلايفل لو وجودك معنا وهوني بدي استغل الفرصة لحتى أطلب من كل الأهل اللي ما بيحكوا مع أولادهم إلا لغة أجنبية مش عايب نتعلم لغة أخرى لأن هذا بيزيد على سقفتنا ونحن شعب اللبناني مميز بإتقاننا أكتر من لغة لأن نستعملهم كلهم بجملة واحدة مش مشكل بس المشكل إنه ما نعرف نحكي لبناني مش عايب نحكي لبناني فأنا بس حبيت أحكي هالشغلة بفقرة هايدي هذا فخر شكرا لألك بس إذا بيحب يشوفني أو يشري كتبة كتبة بنبيعه بأنتوان وأنا نهار الخميس بعد بكرة الساعة ستة ونص بس في ندوة حول آخر كتبة أصدرته لكتاب الليهود بالحركة السقفية بأنتواني سيكون هناك أوكي شكرا لألك بريك ونرجع منكمل حكي ترجمة نانسي قنقر